بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غضب إيراني من أوكرانيا وتلميحات لمشاركتها في هجوم أصفهان استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني لدى طهران اليوم بعد تصريحات الأحد للمسؤولين الأوكرانيين التي تتحدث عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أصفهان وكان مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي تحدث عن هجوم أصفهان وقال منطق الحرب مميت ولا يطاق ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض وأضاف أن الانفجار استهدف طائرات مسيرة كالتي تضرب بلاده وسبق أن حذرت أوكرانيا بشأنه ونقلت مواقع إيرانية عن اتهامات من مجلس الأمن القوم الإيراني للحكومة الأوكرانية بالمشاركة مع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الضربة وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة صرح قبل نحو شهرين بأنه تم تحذير إيران عبر القنوات الدبلوماسية من عواقب إرسالها شحنات أسلحة جديدة من طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ باليستية إلى روسيا وأضاف لقد قلت وسأكرر أنه عندما يتعلق الأمر بتواطئ أي دولة في العدوان الروسي وقتل مواطنين فإننا سنكون قساه إلى أقصى حد في ردنا لأن الأمر يتعلق بحماية دولتنا ومواطنين وتابع وزير الخارجية الأوكراني بالقول أن القرار الأكثر حكمة بالنسبة لإيران هو كبح تعاونها العسكري تماما وأي إمداد بأسلحة تستخدم ضد أوكرانيا وكانت طائرات مسيرة استهدفت مصنعا عسكريا في مدينة أصفهان وسط إيران وتسبب في دمار واتهمت طهران الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم ونقلت صحيفة ولستري جورنال أمس الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل تقف وراء الهجوم في حين نفى المتحدث باسم البنتاجون أي مشاركة للولايات المتحدة في الهجوم متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته